نظمت مديرية الصحة بضميات قافلة طبية في قرية أبو سعاد الكبرى التابعة لمركز كفر سعد وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين أوضح مدير مديرية الصحة بضميات السيد عبدالجواد أن القافلة تضم عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وذلك وص إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المبادرة النهاردة فيها 12 أيادة بيتقدم خدماتها التخصصية بالمجان تماما زي المعانة السيدلية فيها جميع أصناف الأدوية اللي بتغطي التخصصات الطبية اللي موجودة معنا وزارة الصحة مدعمانة بعربيات وعيادات متنقلة فيها جميع الأجهزة الطبية اللي بتخدم التخصصات اللي فيها زي عيادة الأسنان، زي عيادة النساء بالصنار، زي عيادة البطنة بالصنار، زي عيادة الأنفعوس والحنجرة، عيادة الرمض الأعداد دي مجهزة بأحدث الأجهزة اللي بتخدم التخصصات الطبية اللي هي شغالة فيها إن شاء الله بيتم تجهيز قافلات طبية والنهار ده فيه قافلة طبية ببسعادة كبيرة بوم مورز قافلة فيها جميع الخدمات وجميع الأفاق وجميع العلاجات وفيه تجهيزات كويسة جدا وفيه معطيات للمواطن شاملة جدا بيطلع المواطن هنا بيدخل المواطن بيطلع بالخدمات الموجودة في القافلة القافلة الطبية بتساعد المواطن على حتى تجهيز حالته أو فيه بيبقى فيه تحويلات كمان هنا لأنا عرفته اللي فيه تحويلات موجودة في القافلة الطبية بتتم تحويلها للمستشفات العام كتجهيزات عمليات وما شابها ذلك القافلة العلاجية بتمثل جزء الصحيم بادرة راسية قافلة عبارة عن مستشفى متنقلة بيتم تجهيزها بكافة التجهيزات اللي بيحتاجها المواطن من تجهيزات طبية ومن تجهيزات إنشائية زي ما حردك شفت معنا ان احنا بنبدأ نجهز بتاع المكان عش خطر ان هو نقدر نقدم منه الخدمة المطلوبة اشتركوا في القناة